اشتركوا في القناة 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 عم بتنفس دايما بشدد بشدد كتير كمان وبقول على انه هالحركات اللي عم بعملها الحركات البسيطة ممكن تغنيكن عن اوجاع بيظهركن 80% من سكان الكرة الارضية يا بيعانوا من اوجاع دار حاليا او عانوا بمرحلة معينة من حياتهم باوجاع للظهر هيدولي هيدا البوزل هاد ازبادكم الجايمي اللي ممكن تلعبوها مع جسم كونكرميل تحافظوا حالكن ما حدا مننا بحب يوجع اكيد ما حدا مننا بحب يخلي اوجاع الظهر تخليه حد عن وظائف الحركية مش بس انه يمارس رياضة عن انه ينام بطريقة مظبوطة ما يتوجع اسناء المشي كل هيدولي لازم نشتغل عليهم لكن لحعمل نفس الحركة ولكن هلأ بالباربل لحرجع بتافي لورا جود باستشر اجرية على مستوى الكتاف شادد مع التاركة بشوي مطعجين وبدلوا من هون لانه الحركة لح تؤدي هلأ من الهبس طبعولي مش من الظهر ولا من غير محل من الهبس طبعولي بنزل لتحت حد ترضي لربانالرسي اهất سعد كمن شامل 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 دايماً المعادة مشدودة باربل على جنب اكيد دايماً متل ما انا بشرح بجرب الاوزان حتى انا اللي بشتغل فيه هون ما بيكونوا تقال اكيد ازا بتمرن بايام تدريبة العادية بكون عم بيحمل الاوزان اكتر ولكن هدول الاوزان بجرب قدم فيه انا يكونوا بقدر سيطر عليهم قدم فيه لفرج الحركة بطريقة كتير اكيد تقدروا انتو تعملوها بطريقة صحيحة وصلنا لمحل ما في معكن بدنا نعمل حركة بلا يوجو دايماً للبادي ويت تبعكن يوجو دايماً بحركات ممكن تعملوها الكريميل لتساعدكن وتكونوا عم تشتغلوا بطريقة صحيحة عادةً طلع لفوق بسبت برجع بروح لتاني ميل هلا اللي احنا عملها بطريقة يعني هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وكمي من هون انا وياكم جيد باستشور ماني عامل هيك ماني عامل هيك ماني هيك ماني بطريقة او بوضع الجسم ما بتسمح لي قد الحركة بطريقة صحيحة من هون واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لتحت بعمل ستريتش بياخد نفس فضي بعيد بعض مرة من هون اتنين 2 3 معدي مشدودة 4 5 6 7 8 9 10 10 perfect ستريتش كمين مرة لتحت باخد نفس عميق فضي برجع على نفس على ايديه وعلى اجريه من هون على مهلة لفوق اي ارش لتحت على مهلة باخد نفس عميق وبفضي بعملها بعد مرة لتحت باخد نفس وبفضي بتكون فكرتي خلصت لليوم صدقوني جربوا قد ما فيكم تطلعوا من الغلطة اللي قويت كتير من الناس بيعملوه انهم يركزوا على شغلي واحدة بعالم الفتنس ويشتغلوا عليها لأشهر أو لسنين متل ما بقلكم اتسبب بازل والصورة دايما بتتغير لما تتغير الصورة لازم نغير البازل تبعنا لازم نغير كيف نلعب لعبتنا مع جسمنا كمان دلنا عم نتقدم بطريقة اكيد سريعة وبطريقة دايما مضمونة لازم تعفوا مش ما منتمرن بس لا ينزل وزننا لانه هاي دي حالة لاح تصير لما نتمرن مش هناك جربوا قد ما فيكن تتمرنوا لتكونوا ناس صحيين بامتياز انا بشوفكن قريبا until that time get fit stay fit